تمنى بس ألباء بالمرة يعني قناة الجزيرة القطرية وقناة العربي وقناة الإخوان اللي مكملين وقناة الشر حد فيهم حد فيهم القناة الدول قناة الزبالة دي أنا آسف دون قسين أنا آسف والله القناة دي جابت سيرة الممثلة الأمريكية باريس هيلتون باريس هيلتون أحيت حفل في قطر في الدوحة مقابل تاخد أصرب 300 مليون دولار أصر بـ 300 مليون دولار آه 300 مليون دولار عشان تهي حفل أهوة الأصر هي اللي مصوراه ومش بصدقة مش بصدقة الناس الهابة الناس الهابة للناس العبيطة الناس المجنونة العرب البهاين دول اللي بيدوا واحدة أصر 300 مليون عشان تهي حفلة لأمير مجنون لأمير معتوه اسمه تميم أنا بسأل سؤال تميم راجل معتوه معروف ومحتاج إلى علاج نفسي معروف وأبوه راجل خاين ومنقلب ومعروف إخواني والمساعدين بتوقعوا نفس الكلام وعنده فلوس وبيبعظرها اللي عنده فلوس محيارات يدهل هيلتون باريس هيلتون ويشتري لها أصرب 300 مليون برحته أنا بسأل سؤال أين رأيي الدكتور يوسف القرضاوي العلامة الفهامة وحيد عصره فريد ظهره الذي تفلت من عصر الصحابة أنا نفسي أسأل رأيه في هذا السفة وهذا البازخ يا أيها الذين أمانوا فيهم آيات كتير التبذير إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين هل يجرؤ يوسف القرضاوي ولا وجده غنيم ولا الصغير ولا الكبير ولا الأتبل ولا بريالة حد يقدر يقول له أنت غلطان حد هيقدر من دول يجرؤ يجيب اللقطة دي والست دي ويقول يا جماعة إن ده تبذير حد في قناة الشرق ومكملين والجزيرة والخنزيرة والمسمومة والعفارين حد هيقدر يقول كلك التلاتة كام أنا بس عايز أبين وأوضح ما أعلمه يقينا إن هؤلاء مرتزقة إن هؤلاء ليسوا رجال دين وإنما هؤلاء عبارة عن تجار دين أنا بقول تاني الصفحات الإخوانية واللي بتتكلم على إلحق عوش حد فيهم يقدر ينتقد ينتقد مجرد انتقاد لسلوك معيب لهذا الرجل ما أتكلمه قبل كده على وقائع ممثلة في دول أخرى ممثلة وفضايع والحق أنا بسأل بس بقول كل واحد يعمل لهو عايزه لكن ما تحاولش تبقى أنت رجل زنديق وتبقى رجل يعني فيك العبر وعايز كمان تبقى كمان تلبس مسوح الحكمة ولباس الحكمة هذا مرفوض وغير مقبول ترجمة نانسي قنقر